الموضوع المحاطر نفسه كان صعب للغاية يعني تحضيره وخاصة في الفترة الأخيرة بعد ما العظام يعني بدأوا يتكلموا فيه سواء كان دكتور رشاب برسومة أو دكتور حسين شعيشة دول من مصر ومن بره مصر تقريباً أغلب الناس اتكلمت عليه يعني فده حط الواحد في موقف صعب الحقيقة في تحضير المحاضرة فأتمنى يعني أن الأمور تمشي سموس كده فزي أي حاجة لما بدأ فيها بنبدأ بالهيستوري هو الهيستوري بدأ في الصين في بلدة وهان لما اتبعت إيميل الWHO بتاريخ 31 ديسمبر إن عندهم cluster of cases of pneumonia of undiagnosed cause الحقيقة الكلام ده كان 31 ديسمبر 2019 بعدها على طول بأربعة أيام أربعة يناري الWHO أعلنت على السوشيال ميديا كلها إن فيه فعلاً حالات cluster of pneumonia فوهام في الصين وإن إحنا لسه الinvestigation is undergoing عشان نعرف إيه القوز بتاع الموضوع لسلسل الأحداث بقى اللي ماشى بعديها ماشى تسلسل الأحداث سريع جداً يعني 12 يناير W الصين أعلنت الGenetic Sequence بتاع كوبيد 19 13 يناير اليوم اللي بعدها على طول حصل official confirmation لأول حالة بره الصين وديكت في تايلان 22 يناير WHO قالت إن المرض ده بيتنقل human to human 18-11 مارس الخبر الأفزع لعالم كله إن هذا المرض characterized by the pandemic طيب القصة بدأت إزاي لما حلله بقى موضوع الكورونا ده الكورونا ده مش حاجة جديدة يعني يعني دائما الكورونا بيجي من البيت كان في سنة 2002 تنقل الكورونا فيروس لحيوان اسمه السيفات وده نوع من أنواع القطط يعني موجود في شرق أسيا ف2002 الكورونا عمل السورس الكورونا فيروس عمل السورس والسيفات ده كان الانترميديات هوس هو اللي عمل الجيناتك ميوتيشن في الفيروس عشان ينقله البني أدمين وده عمل السورس في 2002 2012 الكورونا فيروس اتنقل للجمال عشان يعمل لنا الميرس اللي هي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية في 2012 2019 اتنقل لحيوان اسمه الپنجول ده اللي بيسموه أكل النمل الحرفوشي ده اللي هو أكتر حيوان متهم إنه هو اللي عمل الجيناتك ميوتيشن في الكورونا فيروس اللي سبب الكارس كوف 2 اللي احنا بنطلق عليه حالياً الكوفيد 19 بها دي قصة الكورونا فيروس على مدار على مدار التاريخ الحديث يعني 2002 عمل السارس 2012 عمل الميرس 2019 عمل الكوفيد 19 طبعا مش هتكلم على الترانسميشن يعني الترانسميشن خلص الناس كلها بقى تعرفاها إنه هو بيتنقل بالدروبلت والديريكت كونتاكت والإن ديريكت كونتاكت من السوركس وما إذا ذلك ولكن هو أنا تسألت كام سؤال كده بس في الموضوع بتاع الترانسميشن فأنا عايز أجاب عليهم أول سؤال هو الانكيوبيشن بيريود أكورنج للWHO الانكيوبيشن بيريود هي من 5 ل 6 أيام بتوصل أبطل 14 يوم وفي حالات قليلة جداً تسجلت أكتر من 14 يوم بس هي المتواصل بتاعها من 5 ل 6 أيام دي مرحلة ما قبل ظهور الأعراض طب هو السؤال الثاني اللي أنا تسألته هل في فترة الانكيوبيشن بيريود أو البيسيمتوماتيك بيريود ديت هل المريض عنده القدرة إنه يعدي الآخرين الحقيقة المريض ممكن في البيسيمتوماتيك بيريود يكون ويعدي الناس اللي حواليه دي نقطة مهمة جداً 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 ولكن الغريب بقى وده برضو سؤال اتسألته هل المريض الاسيمتوماتيك اللي معلوش أعراض يعدي اللي حواليه ولا لأ لحقيقة ما فيش أي ديكتومنت خالص إن المريض اللي ما ظهرش عليه أعراض تماماً يقدر يعدي الناس اللي حواليه فلو شخص مثلاً كان من الهيلت كير بروفشنل اختلط بحالة وراح عمل بي سي آر وطلع بقصدب بس هو مش ظاهر عليه أعراض ده غالباً في أغلب الظهر ما فيش أي ريكوردز أو أي داتا بتدل إن هذا الشخص ممكن يعدي الناس اللي حواليه طالما هو إيه سيمتوماتيك فإحنا ما عندناش أي دليل بيقول إن إحنا ممكن نعدي الناس اللي حوالينا طالما إحنا ما فيش عندنا سامر طب الدياجنوزيس الدياجنوزيس خلاص بقى أعتقد إحنا هنتكلم في كلام مهري بس أنا حبيتها أجيبه يعني عشان الناس كلها تبقى عارفاة الدياجنوزيس بالأعراض طبعاً الفيفر والكف والمالجيا والفتيج والمكوبينيا والدعارية بتيجي 26% من المرضى ده clinical diagnosis وطبعاً إحنا بنعتمد على اللاب دياجنوزيس حالياً سواء كان الـ reverse transcriptase PCR أو السيرولوجي عشان نعرف الوجود الأجسام المضادة الـ IgG والـ IgM اتسألت برضو من ضمن الأسئلة اللي جات لي قبل المحاضرة على والحقيقة الموضوع ده فيه شوية نقطة فلسفية كتير يعني الـ Early Reports اللي جات من الصين كانت مخيبة جداً للأمال يعني طلعت الـ Paper دي مثلاً في فبراير 2020 في بداية ظهور الفيروس قالت إن إحنا لو قارننا CT بالPCR هنلاقي إن السنستيفيتي بتاعت الـ CT بتوصل لـ 98% وإن السنستيفيتي بتاعت الPCR 71% الـ Report بعده طلع برضو من الصين قال إن السنستيفيتي بتاعت الPCR بتوصل لـ 65% طب يعني إيه سنستيفيتي 65% أو يعني إيه سنستيفيتي 70% يعني أنا لو شخصت أو عملت تحليل لمية شخص 30 منهم حيطلعوا false negative يعني حيطلعوا negative ولكن الناس دي تعدها الفيروس طب أنا مش حمشي معاكو بالمنطق ده اللي هو سنستيفيتي 70% راجل مور optimistic وبقول إن التطور النهارده بعد يعني في خلال كام شهر اللي بعديه بدأت الكيتس بتاعت الPCR بتتعمل عليها أبحاث أفضل عشان السنستيفيتي بتاعتها تزيد وبقول لكم نفترض مع بعض إن السنستيفيتي مثلا بتاعت الPCR حنوصل بيها لـ 90% أنت ممكن تعتبر إن رقم 90% ده رقم عالي ورقم يبسطك أو يرديك من جوا يعني إن السنستيفيتي 90% فده شيء كويس للأسف الشديد هو مش شيء كويس خالص 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 والدليل على كده حنفترض افتراضات مع بعض يعني سيدة ديت هي إزابيل ديازو هي البرزدنت في مدريد هي البرزدنت في مدريد كميونيتي سيتي دي طلعت على CNN في مارس 2020 قالت إن غالبا 80% من الناس اللي عايشة في مدريد هيجبقوا كوفيد-19 بوسط ده كلامها قالت المراكز الإحصائيات اللي عندها المراكز الإحصائيات اللي عندها في مدريد قالت إن غالبا 80% من الناس اللي عايشة في مدريد حيلقطوا كوفيد-19 طب يعني لو إحنا افترضنا إن إحنا سنستيفتي بتاعنا 90% مدريد عايش فيها 6.5 مليون بني آدم 80% منهم يعني 5.2 مليون بني آدم عملوا التحليل وذي جاءت معنى كده إن إحنا في عندنا 520 ألف بني آدم قلنا لهم انتو نيجاتيف وهم مش نيجاتيف يعني 10% من الـ 5.2 مليون يعني حضرتك إنت خليت نص مليون بني آدم يعيشوا في المجتمع وقلت لهم انتو نيجاتيف وهم الناس دي مش نيجاتيف ولا حاجة طب إيه المشكلة إن أنت تقول لواحد أنت نيجاتيف هو مش نيجاتيف إن أنت تديله والناس دي حيحصل لها ريلاكسيشن كده أكوردنج للجزء بتاع السوشيال ديستنينج والكلام اللي هو إنه بياخد باله من الانفكشن من الانفكشن كونترول فطبعا بدأ من هنا الكلام يطلع بقى عن موضوع الثاني والثيرد وإن الناس بقى الموجودين وماشيين في المجتمع هم دول الناس اللي حيصير بقى الانفكشن إن جافن دل هو الكاليفورنيا جافرنر طلع في تصريح على The Guardian وقال إن الإحسايات بتاعته بتقول إن نص سكان كاليفورنيا حيجت بالفيروس طب كاليفورنيا عاش فيها 40 مليون يعني 20 مليون منهم حيبقوا يعني 2 مليون بالتحاليل بتاعتنا اللي سنستيبتي في عددها 90% حيطلعوا وحيعيشوا في المجتمع وهم حاملين الفيروس بس التحاليل بتاعتهم بتقول إن هم ناجتب فدول اللي حيسببوا برضو Second Wave ومن هنا جي الكلام على Second Wave وانفكشن بتاعت الكوبيب معي فأنا بس جايب لكم الثلاث عشان نتنبه لخطورة الموقف اللي احنا فيه طب حضراتكم عارفين من أكتر الحاجات اللي بتدين في موضوع الكورونا الان expectancy بتاعته إن احنا مش قادرين نعمل expectation للسيفيري بتاعت الفيروس طيب احنا روح عملنا risk stratification للموضوع ده هنلاقي مثلا إن الناس اللي فوق 65% خاصة يفوق 65 سنة عندهم risk للسيفير كوفيد infection أو up to mortality 4.5 ايه 4.5 4.5 الميل مثلا مرة ونص عرضة أكتر إن هم ما يموتوا بالكوفيد 19 الناس الhypertensive 2.7 من 10 طبعا الكلام ده كله موجود ولكن اللي هميني عندي الناس CKD CKD مرتين ونص عرضة أكتر للمورتاليتي بالكوفيد 19 عن general population قبل وإحنا حبينا نتكلم هو الفيروس بيخش إزاي وبيحصل له إجوا الجسم نحتاجين بس يعني إيه زي ما قال دكتور رحمد رمضان نحن نجيب كلمة صغيرة كده عن microbiology يعني وعامتا دكات ريتنا في المايكروبيولوجي كان دايما يحكولنا عن الفيروس ده ويقولنا ان الفيروسات دي كائنات حقيرة يعني معنى صح دي كائنات obligatory intracellular ما بتقدرش تعيش بنفسها هو عشان يعيش لازم يعيش جوه خليط حقريطان السؤال بقى المهم اللي بيطرق جوه دماغ أي حد فينا بيجي زاكر فييرولوجي ليه كل فيروس بيروحوا يصيبوا الكبد هتلاقي مثلا ان اله وآيف بيروح يضرب CD4 الحتة دي بقى اسمها تيشوتروبيزم ان كل فيروس عنده تيشوتروبيزم عايز يروح يصيب أماكن معينة طب هو بناء على الفيروسات دي بتصيب الأماكن دي اكوردنج ان اي فيروس عشان يضرب خلية معينة لازم يخش جواه وعشان يخش جواها لازم يكون لي ريسبتور على السل سرفيس بتاعها فاحنا مثلا على سبيل المثال الانفلونزا فيروس مثلا الريسبتور بتاعته بتبقى موجودة مالي في الخلايا بتاعته الالبيولا عشان كده الانفلونزا فيروس بيقدر يخش جوه الخلايا يبقى أول خطوة عملية الريبليكيشن إن الفيروس يلزع على الخلايا إليه الادهيجون تاني خطوة إن الفيروس يخش جوه الخلايا بعملية الاندوسايتوزيس تالت خطوة إن يحصل انكوتنج للفيروس يعني انكوتنج للفيروس إن الفيروس ده عبارة عن حكتين أي فيروس في الدنيا هو عبارة عن حكتين عبارة عن نيوكليك أسد كور وبروتين كوت نيوكليك أسد كور وبروتين كوت أي فيروس في الدنيا فإحنا لما مندخل الفيروس جوه الخلايا بتاعت جسمنا بنشيل الكوت من عليه ونطلع نيوكليك أسد كور من جوه طلع نيوكليك أسد كور من جوه سواء كان الفيروس ده DNA أو RNA بيبدأ اتحد مع DNA بتاعنا ويستهلك الخلية بتاعتنا في نهاية تعمل الريبنيكيشن لديه DNA بتاع الفيروس أو RNA بعد كده بيبدأ الفيروس ده يعمل عملية ويبعت المسلج RNA للريبوزوم بتاع البني أدمين عشان ينتج البروتين كوت بتاعه بس الكوت بقى البلط اللي بيغطي الفيروس ده لما بيجي الريبوزوم يصنعه بيصنعه بيصنعه في شكل طوب بقى طويل جدا 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 بيبتاع طويلة بتبقى طويلة جدا ماينفعش نلفتها حوالين الفيروس وهنا بيجي خطوة البروتيوليس إن بتيجي البروتيازيس إنزيم تأس أص الكوت ده كده عشان تأيفه وتزبطه على حجم الفيروس وتيجي بعدها خطوة الاسمبلي إن انت تقوم واخد DNA أو نيوكلج أسد ده وتقوم حطه جوا كوت وتبدأ تعمل ريليز للفيروس وتسبب في النهاية إلى السيل ده ده السيناريو الطبيعي في أي فيروس بيخش جوا جسمنا وهذا الكلام ينطبق برضو على الكوبيد 19 ولكن الكوبيد 19 الريسبتور بتاعه اللي بيخش عن طريق جوا خلايا الجسم هنا بقى بدأ الكلام عليه يزيد يعني هو نفس القصة بتاعة الانجوتينس انزيم اللي احنا عارفين هده خوب الزبط الانجوتينس انزيم ده في منه ACE1 اللي احنا كلنا نعرفه وكلنا بنشتغل عليه وكلنا بنجي عليه أدوية وفي ACE2 ده اللي الكلام عليه مش كتير وأكتر الناس اللي بتتكلم عليه هم جماعة الكارديولوجيا عشان مهم جدا جدا في الكارديو باسكولار ديفيز الفيروس بيمسك في ACE2 ريسابتور أينما وجدت جوا جسمنا بينما وجدت جوا جسمنا بيقدر يمسك فيها ويقدر يخش جوا الخلية اللي عليها اللي على السورفز بتاعها ACE2 انزيم هو يبدأ هنا السؤال هو ACE2 انزيم ده موجود على سورفز بتاع أهني خلية بالزبط في الجسم ده الكلام اللي أنا لسه هقوله كمان شوية ولكن أينما وجد ACE2 بيبدأ الفيروس يمسك في ACE2 ريسابتور ويقدر يعمله بعد كده اندوسايتوزوس يخش جوا ويعمل انكوتينج ويحصل ريليز للRNA بتاع الفيروس يخش جوا الريبوزوم يعمل ترانسكريبشن وترانسليشن ريليز للفيروس في systemic circulation وتبدأ اليميون سيستم يتعرف على الفيروس اللي دخل الجسم ده تبدأ الماكروفيج أو الانتجين تتعرف عن الفيروس عن طريقة toll-like receptors تبدأ ان انا تمسك في الفيروس ده ويبدأ يحصل اكتيفاشن للإيميون سيستم واكتيفاشن للهوست إيميون ريسبونس ويحصل ريليز الماسف من السيتوكاين اهمها على سبيل المثال هو الانترلوكين سيستم وهو اللي اتذكر في كتير جدا من البيبرز وهو اللي الجماعة الصينيين في الاول بدأوا يقسوه في المرضى بتوع الكوفيد 19 ويكتشفوا ان هو بيبقى عالي جدا وان الريليشنش بين علوه ان هو ليه يعني ما بين علوه وما بين المرتالة بتاعت من هذا المرض كل ما زاد الانترلوكين سيستم كل ما زادت البرسنتاج المرتالة نقطة مهمة جدا عايزة اوضحها وهو السؤال لما حضرتك بتتكلم على ACE2 انزيم اخبار ACE انهابتور هل ليهم رول في القصة بتاعتنا دي ولا لا هتكلم عليها كمان شوية ان احمد ربضان طلبها النقطة وهي عرض تنفسية وهنا بدي الفترة اللي بدي فيها الانتي فيرال دراج الفترة اللي بيحصل فيها او احنا بنسميها السيتوكاين ستورم او سيتوكاين ريليس سندروم هنا دي الفترة اللي انا بستخدم فيها الاميون و مو دراج بانواح المختلفة اللي احنا هنتكلم عنها كمان شوية طيب الاس 2 ريسابتور ده او الاس 2 انزيم القصة بدأ بسعته ماشي ازاي يعني دي بيبر اتنشرت الشهر اللي فات بتحتفل بال باكتشاف الاس 2 انزيم او الاس 2 ريسابتور القصة بتاعة الرنن دي ظهرت من 1898 واحنا حضرتك بدأنا بقى نمشي كده في الترتيب مسلا اكتشفنا الاس اكتشفنا الاس 2 ده سنة 2000 وسنة 2020 اكتشفنا ان الاس 2 ريسابتور هو ده الريسابتور المسؤول عن SARS-CoV-2 طيب قصة الاس 2 بقى تيجي مننا عشان نفهمها ونفهم هو ايه الرول بتاعه بالزبط هي دايما القصة الشهيرة بتاعتنا بتاعة الرأس سيستم بتبدأ بالانجو الدنسانوجن اللي بيتخرج من الليفر بيسيركولات في البلد وبيتحول لانجو تنسان 1 under the effect of renin اللي بيخرج من الكدني انجو تنسان 1 ده بيتحول لانجو تنسان 2 under the effect of انجو تنسان converting enzyme العادي بتاعنا اللي بيخرج من اللنج وكل الكلام ده احنا عارفينه ودارسينه من اول ما كنا قلق ايه الانجو تنسان converting 2 enzyme بيشتغل على الاس 2 الانجو تنسان 2 ده بيشتغل على ريسيبتور بتاعته اللي اسمها انجو تنسان 2 1 ريسيبتور عشان يعمل حاجات كلها سيئة بالنسبة لنا احنا كلنا ومنحب ايش يعمل 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 سلطان دووتو ريتنشن يعمل يزاود الرياكتب اوكسجين سبيسيز ويعمل فيبروز يعمل الانجو تنسان 2 وكلنا عارفين ان احنا ما بنحب كوش وكلنا دايما بنحب نقفل هذا الانجو تنسان وخاصة ان ده كاترة النفراج الحاجة اللي احنا ماكناش عندنا دراية كبيرة قوي بيها ومن رهاش كتير قوي بس الحقيقة دي لها رول مهم جدا 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 في الادوية بتاعت الاس انجو تنسان 1-7 عن طريق الاس 2 enzyme ايه بقى القصة دي ربنا زينا خلقلك الحاجة الوحشة خلقلك الانجو تنسان 2 بالريسپتور زي بتاعته اللي بيعمل لك مشاكل كتيرة جدا جوا جسم حضرتك خلقلك سالفاش باتوي او خلقلك حاجة تانية بتعادل الكفة دي وبتحاول تقليلك الهرم بتاع الانجو تنسان 2 عن طريق يتحول لك مادة تانية تخلقلك مادة تانية اسمها الانجو تنسان 1-7 عشان الانجو تنسان 1-7 يعمل لك عكس الكلام ده تماما يعمل لك بازو دي يعمل لك داريسة يبقى anti-proliferative يقلل الرياكتب اوكسيجن سبيسيز زيو ناتريك اوكسايد لبرادي كانين ويقلل الكدني واللونج من كتر اهميته ربنا خلق له تطوية تانية انكوين منه الانجو تنسان 1-7 عن طريق الانجو تنسان 1 احنا بنحوله الانجو تنسان 1-9 بالاس 2 وبالاس 1 بنحول الانجو تنسان 1-7 وكل ده يدل على اهمية الانجو تنسان 1-7 في جسمنا عشان كده ربنا خلق له اثنين تطوية نكونه بيته طيب ما ده شيء عظيم جد يبقى احنا اتفقنا مع بعض النهاردة ان احنا الانجو تنسان 1-7 احنا عايزينه الانجو تنسان 2 احنا مش عايزينه وإحنا ده اللي بنعمله ده اللي شغالين بي وده الفكرة بتاعة الاكشن بتاع الاس inhibitor وال المشكلة ظهرت لما حد من العلماء طلع البيبار دي وقال لحضرتك احنا عندنا مشكلة خطيرة جدا ان حضرتك لما تدي ACE inhibitor او تدي ARB فانت كده قفلت السكة على الانجو تنسان 2 وقفلت السكة الانجو تنسان فانت بالمنظر ده هتعمل up regulation في ال ACE 2 enzyme لان خلاص طالما انت قفلت ال ACE 1 ربنا على طول او جسمك على طول بالhomeostasis هيخلق لك ACE 2 فيحصل up regulation في ACE 2 طب لو انا جسمي في ACE 2 كتير ايه مشكلة في الموضوع ده المشكلة ان انا حابقى عرضة اكتر to get infected by COVID-19 ليه لانا بقى جسمي مليان receptors ACE 2 فبالتالي الاول ما الفيروس يخش جو يلاقى receptors موجودة ومتبحترة في كل حتة فيقدر يخش من اي مكان هو عايز فظهر هنا المخاوف والخرافات اللي طلعت في اللحظة دي قالت يا جماعة طب ما احنا كده المرضى اللي ماشيين على ACE inhibitors والمرضى اللي ماشيين على ARBs كده غلط عليهم احنا المفروض نوقف ACE و ARBs ACE لغاية ما طلع البيبر بعديها على طول ما كملتش يعني ونفت الكلام ده تماما وقالت حضرتك ان انت لو انت وقفت ACE inhibitor ووقفت ARBs في مريض hypertensive هتعمل over activation لل ACE enzyme ده ويكون لك angiotensin 2 بكميات كبيرة جدا والangiotensin 2 لي receptor جو اللنج بتؤدي الى زيادة حدوث الأكتو lung injury وتعمل مشاكل في الheart وتعمل vasoconstriction وتغير لك الvasculoprimybil وتعمل لك مشاكل كتيرة جدا انت زودت الهار مفت على المريض فالWHU راحت مطلع تصريح عنيف جدا وقالت يا جماعة لو انت مريضك ماشي على ACE inhibitor أو ARBs and he got infected ما توقفش الأدواء ولكن المريض بتاعك لو مواضح وإيه وصريح هو يبقى انا لو انا اصلا ماشي على antihypertensive ACE وARBs وجالي كورونا مش حوقف الأدوية دي انما لو جالي كورونا الاول ما ينفعش ااخد الأدوية دي بعد تفقين كده على هذه المعلومة طيب السؤال بقى هو ACE2 اللي عمل ده موجود فين الحقيقة البيتبر دي برضو طلع 2020 وعادت تقول بتاع ACE2 in different organs والموضوع ده صراح هيفسر لنا حاجات كتير جد احنا كدنا عارفين ان اغلب الناس 90% من مرضى الCOVID-19 بيبقى البرزمتيشن بتاعهم من ولكن لما نيجي نبص هنا على الكورو ده هنلاقي ان اللونج موجودة في النص يعني هي مش اكتر عضو او مش اكتر organ في ACE2 ولا هي اقل organ اش معنى الفيروس بيجي برسبيراتوري سيمتم طالما مش اللونج هي the most abundant organ بال ACE2 الحقيقة هنا الموضوع ليه علاقة بالروت of transmission ان الفيروس على طول هو بيخش عن طريق الرسبيراتوري سيمتم بالدروبلت انفكشن هو ما بيلاقيش قدامه غير اللونج عشان يعمل لها infection ولكن لو دخل لأورجان تاني بintroduction pathway مختلف عن الموضوع ده حينفكت هذا الأورجان فنبدي مثال مثلا ان الكلون is very abundant or highly abundant بال ACE2 enzyme وده بيدينا فكرة هما ليه مرضى لCOVID-19 عن P-Presentation في ناس او نسبة كبيرة منهم بيجي لهم P-Presentation بدايارية بس او بGIT symptoms الموقتة كمان اللي عادي ناخد بالنا منها وهي heart heart من muscles او من tissues highly abundant بال ACE2 وده برضو حديني فكرة لأرينا ريبورتز كتيرة جدا عن مرضى بيجي لهم myocarditis وبيجي لهم MI لما بيجي لهم COVID-19 الكدني برضو من tissues اللي فيها ACE2 ريسبتور كتير فمعنى الكلام ده ان الأورجان اللي كل ما بقى فيها ACE2 يقدر الفيروس يعمل لها direct invasion يقرش جوه الأورجان نفسه ويعمل infection للأورجان ده برضو من نقطة من نقطة الظريفة ان الفيروس ده موجود في Epididimus وده اللي يفسر ال early reports احنا قريناها ان الدواء ده او الفيروس ده ممكن يعمل infertility في الرجال ولكن نبدأ هنا سؤال هل بس دي الأورجان اللي فيها ACE2 لا في أورجان مهم جدا 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 وبيفسر نقطة رهيبة جدا او نقطة مفصلية وحيوية في المريض وهي lymphocyte ان lymphocyte بتت can express ACE2 receptor على surface بتاعها معنى هذا الكلام ايه معنى هذا الكلام ان الفيروس يقدر يinfect الليم في نفسها بتفسر ليه هذا المريض بتاع كوبيد 19 بيكون عنده lymphopenia at presentation مع ان منطقيا ان يبقى عنده lymphocytosis نتيجة الايه الactivation في اليميون سيستم يبقى الفيروس اللي طلعت فصلت الموضوع ده يعني محدش أثبت يعني صحتها ولا نفاها ان الفيروس يقدر يinfect الليم في نفسها ويعمل فيها lymphocytosis طيب دخلنا جوا lung وده كده cross-section في الالفيولاي بيحاول يفهمنا ايه اللي بيحصل للفيروس جوا الالفيولاي أو جوا اللانج وكده حضرتك يعني انتخال معا ان انت الفيروس انت دخلت جوا الالفيولاي الالفيولاي دي فيها ثلاثة أنواع من السيلز فيها أول نوع من السيلز اللي هي type 1 اللي هي باللون الأصفر دي وده وظيفتها دي خلايا رفيعة جدا خلايا رقيقة جدا السيل كومبوننت بتاعتها قليلة ما عندهاش غير وظيفة واحدة الوظيفة ديت وهي نقل الجغازات من الالفيولاي للدم في الاتجاه ده وفي العكس تاخد الاكسجن توديه الدم وتاخد سيو من الدم ترجعه للالفيولاي ده فيليلسل الخلال من المقابرة الكبيرة اللي بيها نيوكلس بقيتها كبيرة وفيها ريبوزوم كبير وفيها جولجي أباريتس وفيها ساركوبلازم كريتيك لم خلايا كده معضلة يعني الخلايا بيوظفتها بتعمل سيكريش للسيرفاكتن اللي بيخلي السيرفاكتن ده اللي بيخلي الالفيولاي بيتنت ومفتوح والنوع التالت من الخلايا اللي موجود جوه الالفيولاي هو الماكروفيج طيب انت فيروس يعني نفترض كده انت ده ودخلت جوه الالفيولاي قدامي دلوقتي الخلايا اللي هتاكلني اللي هي الماكروفيج وقدامي الـ اللي هي الخلايا رفيعة اللي مفيش جواها أي حاجة وقدامي طيب طو اللي مليانة جولجي ومليانة ساركوبلازم ومليانة ريبوزوم طبعا العقل والمنطق بيقولوا ان انت عشان تستفيد أقصى استفادة ان انت عشان تلاقي خلية توفر لك البيئة المناسبة ان انت يحصل لك فيها ووفر لك كل الامكانيات عشان تقدر تعمل وده الحقيقة اللي بيحصل ان الفيروس لما بيخش جوه الالفيولاي بيينفكت تايب تو ابثيليย سيلس وبالتالي بيعمل سل ما بقاش فيه سيرفاكت أنت بيوفرص جوه الالفيولاي ومجرد لما ما بقاش فيه سيرفاكت لجوه الالفيولاي بيحصل Jared بيحصل الالفيولاي بيحصل لها قول وأتيلاكتس وده اللي بدينا منزر اللي هو الأبيرانس على التايم التايم أو منزر الاتيلاكتس اللي بيطلع النقطة تانية كمان اللي بيحصلها ان الفيروس بيتمسك بالمكروفيج بالبويلر مكروفيج عن طريق الطول like receptors وتبدأ المكروفيج تأكل الفيروس ويحصل فيها immune response وتبدأ المكروفيج تفرز cytokines ويحصل severe inflammation جوه الألبيولاي وده في الآخر اللي بيؤدي إلى حدوث الARDS جوه اللونج ومن هنا تبدأ بقى النجاتيب سيكولي اللي بتحصل العيان لغاية مدينة التاليوليت خالص وتنتهي لأسف الشديد بوفاة المريض يبقى ده كده القصة اللي بتحصل جوه اللونج طيب نخش بقى على علاقة COVID-19 بالكيدني والإنسدنسة في AQI الحقيقة الريبورت اللي طلعت من العالم كله متفوتة للغاية في الموضوع ده فهتلاقي مثلاً إن فوهان أول ريبورت طلع خالص على الريليشنشيب بين الـ COVID-19 والكيدني طلع قال إن الإنسدنس في AQI كانت خمسة واحد من عشر طلع بعديها ريبورت تاني بعديها بخمصاشر يوم قال لا الإنسدنس 23% طلع بعديها قال الإنسدنس 75% في نيويورك وهي واحدة من أكثر البؤر اللي تأثرت بالCOVID-19 فيه 2 ريبورت طلعين من نيويورك فيه واحد طلع 36% واحد طلع 46% كندا 8% لندن طلع 25% فارست ما طلعت 19 وثلاثة من عشر فالنسبة متفوتة وأعتقد هنا لما قريت أغلب الـ Papers اللي يكتب فيها اللي مكتوب فيها الإنسدنس في AQI اختلاف الإنسدنس ده بيرجع هم في الدراسة كانوا عاملين الدراسة على الـ Papers ولا على الـ Papers دي أول نقطة بتفرق معايا دي أنت لو اخترت عيانين بتوع الـ ICU بس فالنسبة في AQI فيهم حيبقى عالي تاني اختلاف في الدراسات دي كلها هو اختلافهم على الـ AQI نفسه هل بدخلوا معاهم Stage 1 AQI اللي هو مجرد 3 من 10 بس في الكرياتنا ولا تكلموا على Stage 2 و 3 بس هل حطوا في الـ Presentations بتاعتهم ضمن الدراسة بتاعتهم الـ Abnormality في الـ Urine Analysis without presence of Elevation في الكرياتنا ولا لأ فطبعا الأرقام اللي بتوصل 72% و 75% دي ناس عملوا على ايه على الناس بتوع الـ Critical بس بتوع الـ ICU وناس تكلموا بس على زودوا معاهم كمان في الدراسة بتاعتهم الناس اللي presented by urinary abnormality كمان من غير Elevation في الكرياتنا وده اللي يفسر اختلافات الأرقام دي طيب دي كانت أول نقطة نقطة تانية ان المرضى دول 20-35% منهم احتاجوا رينا لـ Placement Therapy وللأسف الشديد ان كل ما الـ A-K-I بقى موجود المورتاليتي بتزيد بتوصل من 65-95% مورتاليتي في وجود الـ A-K-I فبالنسبة للعينين الـ ICU هم قالوا ان الـ A-K-I بتأفتكت من 20-40% ودي كانت ميتة أنالسيز اتعاملت على أولوف المرضى يعني اللي طلعت الـ Reports باعتهم وقالوا ان وجود الـ A-K-I في مرضى الـ ICU ده بيدي نجاتيب فروغنوستيك فاكتور وبتوصل المورتاليتي فيه أبتو 75% على زي ما قال المصدر اللي احنا جايبين منه الحقيقة لما عملوا Risk Stratifaction وبدأوا يشيلوا الفاكتور زي تانية Confounding فاكتور زي الـ Age وزي الـ Comorbidities وزي الحاجات ديت لقوا ان Stage 2 الـ Risk of Mortality في Stage 2-A-K-I تلاتة ونص مرة الـ Stage 3 بيوصل أربع مرات وسبباً عشرة Risk of Mortality فطبعاً دي نزمة عالية جداً 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 الحقيقة مش كل المرضى بيجوا بس بـ A-K-I في مرضى بيجوا بس بـ Other Urinary Abnormalities زي Albuminuria Plotinuria Hematuria أو بصفة طبعاً يدل ان الـ Presentation بتاعتنا بتبقى Variable وان الـ Urine Analysis مرضى بتوعنا بتوع الـ COVID-19 is very important طب هو السؤال بقى اللي طرح نفسه هو أنا كـ COVID-19 هعمل A-K-I ازاي فطبعاً في بقى كذا بيبر بدأت تتكلم وبدأت تنزل التيريز بتاعتها وازاي ممكن الـ COVID يعمل A-K-I وهو أنا بقى بدأت تتكلم قال لك والله يعني Keep it simple as much as you can انت ممكن تعمل Pre-renal أو ممكن تعمل Intransic-renal صعب قوي ان الـ Viral Infection يعمل Post-renal إلا أصلاً لو كان المريض من الأول Predisposed يعني فاحنا حنشلنا الموضوع ده من الورق بتاعنا فخلصاً الفيروس ممكن يعمل Pre-renal Infection للكيدني أو يعمل Intransic-renal Infection طيب Pre-renal بقى كلام العادي ان طبعاً مع الرسك مع الرسك طبعاً ان المريض بتاعنا عنده Fever وعنده Vomiting وديارية وما إلى ذلك ممكن يخش بإيه فهيبوبوليميا ده Pre-renal إنما الغريب ان لقوا مرضى كتير قوي والهايبوبوليميا جات منين وازاي عمل Trinal Infection طبعاً الكلام ده للناس اللي بتقرأ في l-AKI هو كلام مش جديد ولكن يعني عظمت أهميته في الفترة الأخيرة إن هما كلام المنطقي بيقول إن Fliud Expansion May lead to Positive Fliud Balance Inpatient With Shock Whatever can cause of shock إن انت لما تديره Fliud دين هتحس ولكن يعني تاخد بالك واس قوي من المرضى اللي في ARDS إن Such Expansion ده Determinal Effect بيدي طبعاً Negative Effect في المرضى طبعاً ARDS لإنه إن انت لما المرضى اللي عندهم ARDS والCapillary Permanent زي ده وإنت روح تمزود ال-Intra Vascular Volume ده بيزود ال-Capillary Leakage ويزود مرور الفلود من الدم into the alveoli فحيقلل طبعاً الاكسوجينيشن ويزود الهايبوكسي عند المرضى ده لقوا كمان إن ال-Over Expansion أو ال-Over Correction من الفلود بيسوق حالة ال-AKI بيورس ال-AKI لأنه بيورس ال-Venus Condition وبيقدي إلى حدوث Threatal Compartment Syndrome وبيقلل ال-Venal Perfusion فطبعاً موضوع ال-Fluid Replacement في ال-AKI ده موضوع جدلي وموضوع عليه خلافات وجدلات كتير من قديم الأزل وده لوحده عايز يعني سلسلة محاضرات إزاي تدي فلود في مرضى ال-AKI ولو هتدي هتدي كريستالويد ولو كولويد ولو سنستيك ولو ستارش ولو ولا ولا دي قصة جدلية كبيرة جداً يعني يطول شرحها ولكن يعني فيه guidelines للموضوع ده إزاي يعوض في مرضى ال-AKI الشوك state أو ال-A-RDS ده طبعاً بيها guidelines طبعاً من ضمن الأسباب اللي بتعمل pre-renal insult low cardiac output نتيجة ال-hypopulemia ونتيجة viral infection للهارت نفسه اللي بيعمل acute myocarditis طبعاً وجود السيتوكاينز نفسه كتير جداً بيزود capillary permeability وممكن يقلل intervascular volume ويعمل برضو pre-renal insult على كده ده كده كان pre-renal وده اعتقد مش directly related للCOVID-19 ده موجود فأي عين سبسيس أي عين سبسيس هيحصل معاه pre-renal insult اللي ممكن تؤدي الى حدوث ال-AKI intrinsic renal بقى وهو هنا الموضوع المور interesting يعني هو الحقيقة intrinsic renal اللي احنا نقسم بقى التقسيمة بتاعتنا اللي هي glomerular وتيوبلر وانترستيشيال وغسكولر وما إلى ذلك glomerular هل الفيروس بتاعنا يعمل glomerular afdiction اه بيعمل collapsing glomerular rephritis ويعمل TMA وحاجات دي مثبتة وحقولها كمان شوية طيب الحاجة التانية تيوبلر هل الفيروس بتاعنا بيعمل تيوبلر injury اه بيعمل ATN ischemic زي ما اتفعنا من شوية لو pre-renal وستها مستمرة الفيروس نفسه ممكن يinfect الproximal convoluted tubule ويعمل proximal convoluted tubule tubulopathy الفيروس نفسه ممكن يعمل toxic ATN عن طريق rhabdomyolysis وحنسبك كمان الفيروس كمان شوية بيعمل rhabdomyolysis interstitial غالبا الفيروس نفسه ما بيعملش interstitial nephritis ولكن associated drugs اللي ممكن يكون المريض بياخدها أثناء فترة inflexion بتاعته ممكن هي اللي تؤدي الحدوس الأكريت interstitial nephritis بس كل أربعة ممكن يحصل renal veins tromposis أو renal arterios tromposis طب هناخد واحدة واحدة ونحاول نفسرها ونشوف احنا الكلام بتاعنا ماشي ازاي جولي ميري للأفاكشن الحقيقة البيبر دي طلعت 9 ابريل اتعمل اوتافسي على 26 مريض ماتوا بالCOVID-19 وكان معاهم renal لقوا فيهم نسبة مش قليلة من المرضى لما بحصوا renal تش شو بتاعهم under microscope لقوا collapsing gn بالمنظر ده ادي حضرتك رينا الكورباس اللي هي موجودة ودي بليميرلس تحس انها مزقوة تحت كده نفس طيب ده بالنسبة لل light microscopy الحقيقة الناس دي اخرت الموضوع وكبرته شوية وبصوا تحت على تش زي تحت ال electro microscopy اكتشفوا ايه بقى في electro microscopy لقوا الفيروس نفسه موجود جو البودوسايت اذا يعني الفيروس نفسه يقدر يخش جو البودوسايت اه ليه عشان البودوسايت عليها A2 receptor هي و ال 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 الفيروس نفسه يقدر يخش جو البودوسايت ويعمل لها infection ويعمل infection جوها ويه طبعا كان نقطة جدالية كبيرة جدا ونقطة عملت انقلابات في international society يعني بتاع تكدني طيب ده بالنسبة ل collapsing GN بالنسبة ل TMA الاول بدأ الموضوع theoretical يعني بدأ الموضوع الاول ان الناس طلعت theory يا جماعة وخدوا بالكم احتمال كبير يكون الفيروس ده بيعمل TMA طب قلنا لهم يا جماعة انتوا بتقولوا الكلام ده بنا أنا على ايه الادitorial اللي نزلت يعني الناس اللي نزلت نطلعت paper بتقترح موضوع ده قالوا ايه قالوا دي دايما عندنا بيبقى عالي في المرضى دول LDH بتاحهم بيبقى عالي البلروبين بيبقى عالي البلات اللي بتبقى قليلة بمعهم normal PTT فاحنا كده قدام صورة مكتملة الاركان من TMA ولكن احنا من اسبوع تقريبا يوم 7 ستة الpaper دي سحبوا biopsi لمريض COVID-19 كان presented by abnormal presentation واكتشفوا في biopsi وجود TMA جوة جوليميرولاي يعني لو حضرتكم تلاحظوا معي في ميكرو سرومباي موجودة جوة جوليميرولاي بالمنظر ده فهنا كان يعني قطع بقى الشك باليقين انه فعلا هذا الفيروس ممكن يؤدي الى حدوث TMA approved clinically and histopathologically على المرضى بتوع الرين طيب ده كان بالنسبة لجوليميرولاي تبيول بقى احنا انتفقنا ان الفيروس نفسه بيعمل proximal tepulopathy وATN دي من نفس البيبر اللي هي عملوا فيها الاتوبسي على 26 مريض لما بصوا على التبيول على proximal computated تبيول لقوا ان proximal computated بيقول مش ان واخد المنظر بتاعها الطبيعي بقى اللي هي tubular columnar وbrushed والكلام ده لقوا loss of brush border ولقوا ان tubular cells منفوخة و vaculated و lost of the function وفيه شوية debris موجودة جوه اليوم بتاعها ولما فحصوا الصورة دي تحت الالكتروميكروسكوب لقوا برضو الفيروس موجود جوه proximal computed cells لقوا ان الخلايا ديت عندها قدرة انها تعمل expression لل ACE2 receptor ومن هنا طلعت النظرية اللي بتقول ان the kidney is a one of the affected organ by the direct invasion of COVID-19 وخلصت الكلام صورة شهيرة لل AKI طبعا دي صورة شهيرة جدا موجودة في ال comprehensive من ال AKI ده مش مرة مش رينal دي AKI the systemic disease وفي organ cross tube ما بين الكدني وما بين كل أعضاء الجسم والموضوع لا يختلف تماما في حلقة COVID-19 infection يعني انت الفيروس بيخش جوه الجسم عن طريق ACE2 receptor الفيروس ده بيعمل direct invasion لل lung مع الهارت يعمل hypoxia وhypo perfusion لل kidney الفيروس نفسه يقدر يخش يعمل direct invasion يعمل ATN وinterstitial inflammation وكودوس cytopathy وmicro angiopathy وcollapsing bulimary lopathy الفيروس نفسه مع severe inflammation اللي بيحصل around the body ممكن يعمل rapdomalysis الفيروس الفيروس نفسه لما بيستهلك ال S2 enzyme كله بيسب لنا angiotensin 2 شغال ويحصل over activation وال angiotensin 2 ده بيعمل hypercoagglability ويعمل inflammation في الجسم الفيروس نفسه بيinfect linfocyte ويعمل lymphopenia بيؤدي لحدوث cytokine storm والcytokine storm مع linflammation اللي حاصل بيؤدي لحدوث hypercoagglability وmicro angiotensin وهو ده lorgan cross-took اللي بيحصل في during lera اللي احنا عايشين فيها والcovid viral infection طيب هنعالج بقى يعني خلينا نتكلم في الكلام اللي خصونا الاول renal replacement therapy lk marda lk احنا فعلا 20-40% منهم بيحتاجوا renal replacement therapy الحالة لما رجعت الguidelines بتاعت UK اللي هم طبعا اول ناس طلعوا guidelines على renal replacement therapy l-NHS بعد كده طلعت وابتكلمت وطلعت يعني guidelines مخصوصا للrenal replacement therapy للناس الكريتكال يقل في coronavirus pandemic وطبعا احنا حديثا لسه من 3-4 ايام طلع guidelines بتاعت Africa اللي كان شارك فيها دكتور هشام السيد ودكتور محمد زاكي ودكتور الفشاو اتكلموا بقى في الحاجات الحاجات بتاعت نحن يعني خلينا اخد ال-African guidelines ونشوف هم كتبوا فيها ايو والحقيقة ما فيش خلفات كبيرة ما بينها وما بين ال-UK قالوا والله لو انت حتستخدم Dallas Modelity لان انا اتسألت السؤال ده برضو لو انا حبي تستخدم ايه نوع Dallas Modelity المطدل او الافضل في استخدام ه مع الناس بتاعت COVID-19 قال حقيقة الموضوع ما فيش بقى هنا ابضلية لان احنا في جائحة واحنا في مشكلة عالمية وفي طبعا shortage في ال-Physician وفي shortage في النيرسينج وشورتينج في ال-ICU فانت بتشتغل باللي قدامك فالك الموضوع بيعتمد على ال-Availability وال-Training اللي عندك انت عندك المكان وعندك ال-Training اللي يقدروا يشتغل Dialysis عاش تغل PD بأنواعه اشتغل ولكن ال-Guidelines طلعت قالت احنا بقى نفضل في حالات COVID-19 زي وزي اي نوع من أنواع ال-CV ان احنا نستخدم CRRT او ولكن هنا اشترطوا ان الاستخدام بتاعهم يكون مصحوب بـ High-Flex filters عشان نساعد بقدر الامكان على ال-Removal of as much زي كان من cytokine cytokine اللي عاملة cytokine store وهي فتوها بتؤدي في الاخر ال-ARDS وهي المسبب الرئيسي للوفاء في مرضى COVID-19 فانت بتحاول تشيل cytokine من على الجسم بقدر الامكان وتقلله عن طريق ال-Dialysis فاقترحوا 2 مدالة سدولة سواء CRRT او ال-SLED ب-High Filter او ب-High Flux Dialyzer عشان نقلل ال-A-Cytokine اللي عودة على الجسم المسبب للفاسكو ده ب-Axis اتكلموا عنه برضه في نقطة مخصوصة في ال-African Guidelines وفي ال-UK Guidelines احنا اتفقنا مع النواب بتاعنا اللي حيروحوا العزل ان هم يركبوا Femoral عشان نقل rate of complication ولكن كل ال-Guidelines اثرت اصرار شديد جدا ان ال-Preferable Insurgent Access يكون ال-Internal Giagular والحقيقة يمكن هنا في ال-African Guidelines ما اتكلمتش ما اصرادتش شوية في التفاصيل ليه ال-Internal Giagular هو احسن حاجة ولكن في ال-UK ال-NHS طلع وقالها صراحة احنا جات لنا mini reports ان بيحصل premature clotting للفلتر بتاعت ال-Dialized عشان كده احنا بنوصي الناس اللي هتركب لمرضى ال-Covid-19 توصلوهم على مكان الغسيل لما يركبو لهم راية internal Giagular لان risk of thrombosis and thinking للأسطرة بيبقى أولئل جدا 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 في راية internal عن الفيمرض فاحنا عشان كده بنفضل نحنا نركب راية internal Giagular عشان risk of thinking وفي thrombosis يكون قليل جدا عشان أصلا المرضى دول بيبقوا hypercoaglable state واللينات بتاعتهم أو المرشحات بتاعتهم بتضلط بسرعة جدا فاحنا هنحاول نقل الرزق ده as much as we can طيب management بقى عموما لل-Covid-19 والله management بيعتمد هل انت الكلام بقى العاية بتاعنا لو المريض mild symptoms عليه أعراض بسيطة سواء عمل PCR أو ما عمل ده بيتعمله home isolation لو المريض asymptomatic ما عندوش أعراض بس PCR بتاعه positive زي الجماعة hair scale professional يعني أنا مثلا تعملت مع مريض خلاص فروحت عملت PCR وطلعت positive بس أنا ما عليش أعراض برضو ليه home isolation الناس الموضر تصدير symptoms بيحصلهم hospital admission الحقيقة أنا تسألت سؤال برضو على ال group تعال واتساب هو isolation for how long يعني أنا دلوقتي جالي مريض سواء كم mild symptoms أو asymptomatic ومع PCR post فقالتله انت هتبقى عزل منزل فالسؤال المنطيقي المريض هيقولي طبعا دكتور حتى عزل في البيت لغاية امتا امتا اخركم من البيت الحقيقة اختلفت الأقويل هنا بس قول الفايصل يعني جاي من CDC CDC قالت المرضى symptomatic symptomatic لعلهم أعراض discontinual isolation بطريقتين أول طريقة اسمها symptom based strategy according للأعراض المرضى دول أول ما الأعراض تروح يوم الرابع تقدر تخرج فيه من بيت ولكن على شرط أن يكون عدى عليك 10 أيام من أول عرض جال حضرتك ده معنى ايه بمعنى لو انت النهاردة اتشخصت COVID-19 وعند symptoms وقلت لك home isolation بكرة الأعراض راح تقول لي بعد ثلاث أيام أخرج من البيت هقول لك لأ عد 10 أيام بيست strategy ودي الطريقة للناس بتفضلها الطريقة التانية اللي هي test strategy إن أنا هعمل 2 test ما بينهم 48 ساعة ويكون الاثنين negative ولكن ده بتعتمد طبعا على التست في المكان اللي انت فيه وقدرتك على النظوم البيت وما الاداة ده في حالة إن أنا عندي أعراض طب لو أنا ما عنديش أعراض بقى لو أنا symptom free مش هينفع طبعا symptom based strategy فهنا اعتمد على حاجة اسمها time based strategy ودي معناها إن أنا هعدي عشر طيام من اليوم الأول لزهود الأعراض بعد كده في اليوم 11 آخر أخرج من البيت عادي مفيش أي مشكلة أو اعتمد برضو على based strategy عمل stay negative وأخرج من البيت بعد هي لما أنا جبت الأدوية اللي فيه كده أنا قسمتهم لحاجات supportive therapy وحاجات targeted therapy حاجات بقى supportive زي vitamin C Zinc Lactyl Stain Lactyl 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 Cycline أنا بس عايز أقول حاجة إن كل اللي جاي في الكلام في الأدوية دي كلها without evidence كل اللي جاي without evidence طب إنت ليه حتحط لنا في المهاضرة حاجات وداوة evidence عشان العالم كله حضرتك دلوقتي في اللي احنا نمر فينا ما فيش evidence ما لحقناش نكون evidence طب كل ما هو جاي ذكره هي بناء على clinical trials صغيرة جدا لم تثبت evidence بتاعت طب ولكن احنا ما قدمناش حاجة ثانية نعملها عشان متفقين بس عشان الا الاعتراضات اللي ممكن تظهر على الكلام ده انت ليه بتدي فيتامي C وليه بتدي مش عارب كي وهكذا ما علينا بالsupport therapy احنا نتحدث في target therapy في target therapy احنا عندنا سبع أدوية عندنا hydraoxic chloroquine عندنا lupinavir والretonavir دواء واحد مع بعض يا مادئتين بيتاخدوا مع بعض في دواء واحد عندنا repavirum عندنا remdesivir عندنا philizumab وعندنا steroid وعندنا convalescent plasma هي دي اللي هنتكلم عليهم شوية يعني كل واحد هنتكلم عليه كلمتين هنقول ايه بقى عن كل واحد خلينا كده نفتكر مع بعض رسمة ال viral replication cycle عشان نعرف كل دواء من الأدوية بتاعتنا بيدرب فيهم بالظبط هتلاقي مثلا الhydroxychloroquine اللي احنا طبعا ده دواء معروف من قديم الأزل ومن قديم الأزل وإحنا بنستخدمه كأنتي مالاريال وبنستخدمه كأنتي آريدميك وبنستخدمه في علاج الروماثود أرثريتس والسيستيمي كلوكس الدواء ده بيانترفير وده viral entry يعني أول خطوة في دخول الفيروس جسمينا عن طريق هو بيانترفير مع الPH المور الكالوتك دي صعب ان الفاكيول دي تتنقل جواها كمان انه بيقل الViral replication دي الثيوريز اللي بناء عليها تبنى فكرة استخدام الhydroxychloroquine في علاج الCOVID infection وطبعا ده أنا بقى مش هتكلم على قصة ان والله طلعت في اللانسة وقالت الدواء ده بيموت الناس سبعين تاني يوم اللانسة راجعت عنها وقصة دي طبعا الناس كلها بيتعرف الدواء التاني اللي حنتكلم عليه اللوبين افير الدواء ده أصلا طالع عشان يبقى antiretroviral يعني الدواء ده بيتاخد في علاج الHID الدواء ده إذا protease inhibitor يعني إيه protease inhibitor ده خياط هو الخياط اللي على مقاس الفيروس فما بقاش في viral assembly ما بقاش في release خلاص وقفت عملية replication مشكلة اللي لبونا فير و ريتونا فير إن الدواء ده عنده multiple drug interaction فأتمنى هو الدواء ده طبعا cytokrome inhibitor يعني بيأثر على الأدواء التانية اللي بتتكسر بالcytokrome زي الwarframe والحاجات دي والأدواء التانية قبل ما تدي المريب بتاعك الكالترا اللي هو الiponavir ريتونا الدواء التاني وهو ريبا فير الحقيقة مصر من الدول قلالة جدا على مستوى العالم اللي بتستخدم ريبا في البرتوكول بتاعها يعني لا السعودية ولا أمريكا ولا إنجلترا ولا كل الدول اللي احنا بنحاول نقرأ برتوكولاتها فيها ريبا ولكن هي فكرة استخدام ريبا فيرن ريبا فيرن أصلا ده RNA polymerase بيدرب RNA polymerase بيدرب قطوة تصنيع RNA بتاع الفيروس السؤال بقى هل هو viral specific يعني عنده نفس التشو tropism بتاع الفيروس ولا لا هل بيقدر يشتغل على RNA polymerase بتاع الفيروس ولا لا هنا يطلق السؤال وهنا طبعا اللي جابح تبقى لل clinical studies يعني للي ولا لأي حق الدواء الأخير في اللعبة الانتي فيرل وهو الريمدي سيفير اللي طلع بقى من حوالي شهر ونص كده وطلع لدقة إعلامية كبيرة بتاع شركة جلياد الريمدي سيفير هو نفس الكلام هو RNA polymerase inhibitor والدواء ده أصلا طلع في الفترة بتاعت 2010 2011 كان طلع عشان علاج الإيبولا فيروس ولكن الإيبولا انتهى قبل ما الدواء يستخدم فالدواء ده ترك على الراف بدأ يطلع استخدام الفترة ديت وتجرب clinical trials الأول حاجات زغيرة بدأ يدي effect فبدأ يفكر يستخدم في clinical trials أعلى شوية كل الأدواء دي بتاخد أورال مع عدد رمدي سيفير ده بيتاخد injection والسؤال اللي اتسألته من الناس اللي مدخلتش أصلا على الزوم هو حضرتك الاستيرويد هنستخدمها إمتى مين المريض اللي بيديله استيرويد وهل نديل كل الناس و لا الحقيقة الـ بيبرز اتكلمت إن المريض بتاع COVID-19 بيعدي بتلاتة ستيج الستيج الأولانية وهي الستيج اللي الفيروس لسه وفي الفترة دي بتبقى الأعارات فيها بسيطة كتا على المريض هي شوية تكسير في الجسم بتاع الحاجات البسيطة اللي بتيجي في الأول دي الـ الـ الحاجات الساينز اللي موجودة معها بتجي معها حليل اللي احنا بنشخاص بيها ليه lymphopenia وال D-dimer وال LDH والحاجات اللي احنا بنشوفها في الأول المرحلة اللي بعديها وهي stage 2 والمرحلة دي اللي بيحصل فيها ان الفيروس بيبدأ يأفكت اللنج وبنسميها pulmonary phase بيحصل يبدأ يحصل فيها shortness of press abnormal chest imaging وما ذلك اللي احنا برضو بنشوف فيها مرضى كتير جدا والمرحلة التالتة وهي المرحلة رد فعل الجسم بقى hyperactivation of the immune system وال cytokine release syndrome والcytokine storm ودي مرحلة خطيرة جدا اللي بيحصل فيها ARDS والship shock والcardiac failure عند up to death والمرحلة دي احنا بنعرفها عن طريق طبعا ال elevated inflammatory markers والinterleukins اللي بتبقى عالية جدا جدا في السماء وما إلى ذلك الحقيقة كل مراحل الفيروس احنا بنستخدم فيها antiviral drug ونصدم فيها hydroxy chloroquine ممكن نصدم فيها convalessant plasma اللي احنا لسه ما تكلم عليها ولكن مجرد بدخول المريض في stage 2 وطبعا موجوده في stage 3 هي دي المرحلة اللي بتتطلب مننا التدخل بالاستيرويد ليه ببساطة شديدة لأن الاستيرويد والبقية الاميون هتلعب على لعمة الهايبر انفلاميشن هتقل بتاع الجسم فالسؤال المنطقي لو لابي هل كل مريض كوفيد ياخد انفكشن اللي جابت قطعا لا الميلد طبعا لا المدر طبعا لا الاستيرويد بس is reserved for the severe type of كوفيد انفكشن طيب guidelines بقى كتبت ايه على الاستيرويد الان اتش في امريكا كتبت وقالت كده صراحة ما تستخدمش الاستيرويد في اي عيان على mechanical ventilation ودي ما لكم النقطة مش اي عيان يتحطى على ventilator نتديله استيرويد طول ما هو ما عندوش ARDS ما تبديش استيرويد ده رقم واحد ولكن رجعوا في النقطة اللي بعدية قال لك والله we are recommending the using of استيرويد في ARDS يبقى انت من الاخر كده يبقى خلاصة الكلام بتاع الان الان ان يا جماعة العيان اللي ما عندوش ARDS ما تدوش استيرويد عيان معه ARDS تديله استيرويد في مصر عندنا الكلام مختلف شوية يعني امريكا ربطوها بال امريكا ربطوها بال ARDS في مصر مربطوهاش بال ARDS في مصر ربطوها بحاجة تانية ربطوها بال progression بتاع المريض حال حضرتك والله لو المريض ديزنك والسيتي بتاعه بيه سوق بتاعتها بدأ استخدم استيرويد وحدده اهني استيرويد وحدد الدوز بتاعتها كمان قالوا هنستخدم المثال برنزولون واحنا معاه يعني الجرع بتاعته من 1-2 ميلي جرام بر كيلو جرام بر دي واحدد كمان الناس اللي مش على ياخده 1 ميلي جرام والناس اللي على ياخده 2 ميلي جرام ده بالنسبة للستيرويد اتسألت برضو من دكتورة سلوى على دوز موديفكيشن في الحالات بتاعتنا من الأدوية اللي احنا هنستخدمها دي الحقيقة الهيدراكسي تلروكين مالوش أي دوز موديفكيشن هو والليبوينافير ريتانافير مالوش أي دوز موديفكيشن الريبا فييرن طبعا هو نوت ريكمند في حالات سيفيرين زي ما احنا عارفين من أول بقى طبعا أي ما كان بصدام من بداية السي الريمديفكيشن الحقيقة الكلام بقى اللي طالع من الFDA الFDA قالت ان احنا كل العيانين اللي حياخدوا ريمديفكيشن وده الحقيقة بيحصل في امريكا سامع ريبورتز من امريكا خلال يومين اللي باتوا دولت قالوا ان اي عيان هياخد ريمديفكيشن بنعمله بيزلاين GFR عشان نعرف احنا بدقين على ايه وان احنا نتركومن ديوز أو ريمديسفير لو الGFR قال من 30 او لو كرياتنا اكتر من 1 1 من 10 أن لست طبعا هو ايه بنيفت بيرس ريس يعني هو لو كده كده الدنيا وحشة والدنيا محشة ما وده ميش حل غريبنا انا استخدم مريمديسفير فخلاص وده ميش حل تاني ده بالنسبة لل Dose Modification الدواء اللي بعديها وهو التسولي زوماب التسولي زوماب طبعا لما نسمع كلمة ماب يبقى ده على طول مونو كلون الاحتي هو الدواء ده بيدرب الرسابط بتاع الانترلوكن ساكس بيدرب الرسابط بتاع الانترلوكن ساكس وكنت اتسألت من دكتورة فاطمة برضو الدواء ده بنبدي امتى الحقيقة بالنسبة للguideline بتاعنا في مصر التسولي زوماب بيتاخد لما بيحصل للستيرويد رسبونس احنا انتفقنا هنحن بنيدي استيرويد في السيتوكاين ستورم طب والله الاستيرويد ما جابتش نتيجة هنعمل اي بقى الحل اللي هندي تقريبا من 3 ل4 فيل الفيل الواحدة تقريبا عن 4600 جنيه احنا نتكلم تقريبا 16000 17000 جنيه من اي من عشان الجرعب بتاعته يعني كان طبعا قصة very expensive طيب Convalescent Plasma وده الموضوع خلاص الاخير اللي هتكلم عنه قصة Convalescent Plasma هي قصة قديمة جدا 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 حقيقة هيبدأ من 1800 نومية وشوية وكان طلع عنها الاول اللي بيستخد جربوها على الحيوانات وبعد كده جربوها على البني عدمين في تجارب بسيطة في الموضوع الدفتيرية ولكن كان اول استخدام طلع ل Convalescent Plasma طلع ده اهم ل Spanish Flu دي بيبر منشورة سنة 1918 على استخدام Treatment of Influenza Neemonia by Use of Convalescent Human Serum وده في 2014 واثين واثين استخدموها كمان W2 صراحت بعلاجها في استخدام في علاج الإيبولا وطلع كمان استخدموها في علاج الميرس في السعودية يبقى Convalescent Plasma دي حاجة قديمة جدا حاجة مش جديدة وفكرتها انت بتاخد البلازمة من المريض اللي تعافى بالantibodies الجهزة بتاعته ده نوع من أنواع اللي احنا بنسميه Passive Immunity يعني انت بتجيب بيعملوها ازاي كانوا بيدوا الناس Whole Blood بعد كده قدوا لا احنا ممكن نديهم بلازمة بس بعد كده بيقولوا لا ده احنا ممكن نصف الantibody من البلازمة ونحقنها على طول في المريض المتصف according طبعا لل availability بتاع طيب الكلام طلع على Convalescent Plasma في علاج COVID-19 اه مفيش دراسات طلعت لغة دلوقتي خالص على Convalescent Plasma كل الكلام اللي طلع Editorial يعني مقترحات والحقيقة فيها مقترحات تحترم وفيها مقترحات عقلنا لا يقبلها فالمقترحات اللي طلعت على استخدام Convalescent Plasma يعني خلص احنا فهمنا طلعت ليه واحنا في انتظار طبعا الايه الكيس بتاعته النقطة التانية اللي اتسألت عليها برضو البلازمة فاريسيس نعم البلازمة فاريسيس في عينيني كوبيد 19 نفس الكلام البلازمة فاريسيس كان فيها كذا مقترح لكذا استخدام في حالات الكوبيد 19 فيهم حاجات يعني منطقية وفيهم حاجات غير منطقية فمثلا عندنا فيليب كيث ده كان قال ان احنا بنقترح استخدام البلازمة اكس اتشينج على اساس ايه يا فندم على اساس ان البلازمة اكس اتشينج هتقدر تشيل من على المريض اللي ايه نشيل من عنده السيتوكاينز الكتيرة او الوحشة اللي ايه اللي صنحها جسمه في وقت السيتوكاينز ولكن طبعا طلعت اراء علمية بتضد النقطة دي توقيت له لا ما انت خد بالك في وقت السيتوكاينز بيتلع كمية سيتوكاينز كتيرة جدا ولكن على قد ما فيه سيتوكاينز سيئة انت عايز تشيلها على قد ما فيه سيتوكاينز كويسة زي مثلا انت روك انتين دا انت عايز تخليه هل انت بالبلازما اكس اتشينج عندك سيلكتيبك تدر تشيل مين وتخلي مين رد قال لا قاله يبقى خلاص موضوع دا ما طلع بعد حد اقترح قالك والله جماعة احنا اصلا البلازما اكس اتشينج واحدة من اللاينز المقترحة في علاج السيفير سابس واحدة من اللاينز المقترحة في علاج السيفير سابس اكوردن طبعا للإيه للجايد لائنز والبلازما اكس اتشينج فاحنا ممكن نستخدمها في حالات السيفير سابس من كوبيد ناينتي نقاطة واحد ثالث بقى وده الصراحة اللي كان يعني فكرته غريبة شوية اللي هو كان بتاعت اكس اتشينج طب ما احنا نعالج دب ده ونعالج اي عيام بقى كوبيد ناينتين بالبلازما اكس اتشينج وخلاص ولكن طبعا البيبر ديت يعني نسبة السيتيشن فيها ونسبة الردود الأفعال بتاعتها كتنجاتيب جدا طب هل في كلام بقى مستقبلي على قصر بلازما اكس اتشينج اه الحقيقة في حالة قصر اتعمل عليها بلازما اكس اتشينج ده الـ بلازما اكس اتشينج في حالة سيتوكاين ستور مقاز لت كمبليكيش في كوبيد ناينتين وده كانت قصر على حالة كوبيد ناينتين عملولها بلازما اكس اتشينج وتحسنت ولكن الحالة ديت كان من الغريب فيها شوية ان الحالة دخلت في ساكندري انتي فوسفوليب كريس دخلت في كتاسترافي كتاسترافي انتي فوسفوليب سينج وهو اصلا واحد من اللينز تاعة علاج الكتاسترافي انتي فوسفوليビ سينج هو استخدام البلاسما اكس اجنج فعش LAUNCH كده المريض ده غالبا اتحسن عشان النقطة دي استخدام البيا واق estud وهنا طبعا البيبر ديت نحط كل الحاجة بتاعته بكل التفاصيل بتاعت المريض الحقيقة طب ايه clinical trials اللي ماشي على plasma exchange فيه اتنين clinical trials شغالين دلوقتي حاليا على plasma exchange في مرضى الكوبيد 19 واحدة في امريكا معمولة تقريبا على 20 مريض واحدة في اسبانيا معمولة على 117 مريض المقروض خلال شهر او شهرين يكون البيبرز ديت ظهرت نتائجهم وان شاء الله لما تظهر نتائجهم نعرضهم على حضراتكم ونشوف هل فعلا plasma exchange اللي هرول في علاج الكوبيد 19 ولا لا طيب الانجون clinical trial لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها ديت العالم كل واقف على قدم الوساق عشان يدور على علاج الكوبيد 19 حاليا فيه 1215 interventional study شغالة على adult treatment للكوبيد 19 توجدين بالكم من الرقم دي 1215 clinical trial فيه مثلا منهم 218 clinical trial على hydroxychloroquine لوحده فيه 102 clinical trial على convulsion plasma فيه 75 على liponavir etonavir 33 على remdesivir فيه بقى حاجات غريبة فيه مثلا paper على clinical trial على استرقام الأوزون في علاج الكوبيد فيه مثلا على التسوليوزيماب فيه على infleximab فيه على الفابي براپير فيه حاجات مثلا على حاجات كلها يعني مواد غذائية زي حاجات بتستخرج من من البيريو والبالم بيريو والكلام ده فيه حاجات على interferon فيه حاجات على hyperparic oxygen في علاج الكوبيد فيه حاجات على dysphoroxamine في علاج الكوبيد فيه بيبر في فرنسا على stem cell therapy فيه بيبر غريبة شوية على isotretinoin اللي هو الnetlock بتاع حب الشباب ما عرفش إيه علاقته بالكوبيد فيه حاجات على استخدام recombinant ACE2 receptor في علاج الكوبيد فالعالم كله ماشي على قدم المرض ده نتمنى من ربنا يعني ان هو يعني في الوقت القريب اللي عاجل اللي أقول له علاج وانا كده خلصت الحمد لله رب الحمد شكرا جزيلا احنا شكرا يا حازم الله ينور حازم دسمة جدا وحاجة يعني حاجة جمدة